وارجعنا لكم تاني مشاهدينا وزي ما قلت في بداية الحلقة معنا النهاردة الدكتور عمر شليل استشاري الصحة النفسية اللي هيكلمنا أكتر عن موضوع الحلقة ونعرف إيه هو الأوفر سينكينج ومش معقول كل يومين يطلع لنا مصطلح بس المصطلح ده بصراحة نجيته للحق يعني بيطلع حقيقي يعني الأوفر سينكينج نازل بتفكر دينام و دينام و شغال ما بيفصلش احنا مش هكلم تاني كتير كفاءة الإنترو ندخل نرحب دكتور عمر زيكي دكتور عمر اهلا سألت زي حضرتك ربناي خليك شكرا طبعا أنا بشكرك أن أنت جاينا من بورسعيد رقصا على الستوديو فيعني حمد الله على السلامة ربناي خليك شكرا ومشي باهتمامك بالبرنامج و بالقناة لأنا ليا شرف بيكم و بأسرة البرنامج كاملة و السادة المشاهدين ليا شرف حقيقي شكرا يا دكتور عمر على وجودك معنا خلينا ندخل عطف موضوع الحلقة الأوفر سينك موضوع مهم قوي ايه؟ على فكرة أنا مريضة بهذا المرض هو موضوع العصر أصلا يعني أو مرض العصر زي ما احنا بنقول هو مش مصطلح كمان جديد ولا حاجة لده التراب حقيقي موجود ومرض موجود بيصيب الإنسان الإنسان أصلا خلق مفكر مش خلق ما بيفكرش ربنا أنعم على الإنسان بالعقل لكن إن أنا أكون مفرد في التفكير ده موضوع كبير جدا وموضوع خطر جدا والشباب كتير بتعاني منه طول الوقت تفكير طول الوقت مسكين الموبايل طول الوقت حتى أنا ممكن أبقى مسكه الموبايل وبوفكر في حاجة تانية خالص بس أنا هنا في حاجة ومخي في حاجة كنت بتعمل سكرول وعملت مري وعملت بصي بس دماغك أصلا فحتة تانية خالص طب كنا أخذين أجازة صح كده أنا قلت خلاص هفصل خلاص أنا الأجازة دي هقفل الموبايل وش Sigma ما فيش أي حاجة طول الأجازة أنا دماغي شغالة معيني أنا سايبة خلاص أجازة من الشغل الدماغ برضو شغالة اللي هو طب لما أرجع طب هعمل كذا طب سوي كذا طب هكلم الشغل كذا طب العربية عايزة سيونة طب معرفش مين المشكلة بقى من الأوفر تينكينج ده يكون فيه كمان فكرة سلبية أو أفكار سلبية هنا بتكون الأزمة هنا الكارثة بقى دي بقى هتجيب لك توطر وهتجيب لك قلق وخوف وهتجذب لك أفكار كتير سلبية قوي تعقر لك المستقبل بتاعك اللي هو بكرة وبعد ساعة وبعد ساعتين وبعد أسبوع يعني المستقبل القريب مش المستقبل بعيد